السلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف نتحدث عن نظام الكارنيفور اللي هو نظام اكلين اللحوم فقط اول شي لازم تعرف انه بهذا النظام مسموح لك كل انواع اللحوم مسموح لك بهذا النظام البروتين الحيواني اللي هو اللحم الاحمر سواء كان ماعز بقر غنم شنو ما يكون جمل واكيد الاعضاء اللي بداخله اللي هي الكبدة الطحال الفشة المخ اللسام وكل شي موجود بهذا الحيوان اكيد مسموح لك الدجاج والبطل وكل اشكال الطيور واكيد مسموح لك الاسماك بكل اشكالها والبحريات روبيان اغطابوط محار واكيد مسموح لك الدهن الحيواني سواء كان ليه سمنة حيوانية او زبدة حيوانية ومسموح لك فقط الملح هذا الكارنيفور اللي ذكرت لك يا اللي هو فقط بروتين حيواني دهون حيوانية وملح هذا هو الكارنيفور العلاجي للناس اللي عدهم التهابات بالجسم عدهم امراض مناعية واكيد اللي عدهم حساسية من كثير شغلات اكو كارنيفور شوية مدلع بزيادة اللي هو يسمح لك الدخل القهوة والشاي ايضا وبعض الاشخاص يدخلون بعض انواع البهارات لتتبيل اللطوم اللي رح يأكلوها اللي يتأكد انه ما عنده مشاكل وية القهوة والشاي والبهارات رح يجمعهم سوية دايت واحد فرح يكون مسموح لك البروتين الحيواني الدهون الحيوانية الملح البهارات الشاي والقهوة ايضا انتبه على نقطة انه الكارنيفور ضروري يكون بكمية عالية من الدهون يعني احنا بالكيتو عدنا تقريبا 75% من سعراتنا دهون 20% من سعراتنا بروتين و 5% من سعراتنا تكون الى الكاربوهيدرات في نظام الكارنيفور رح تحاول تخلي 70 الى 75% من سعراتك هي دهون والباقي اللي هو 25 الى 30% من سعراتك سيكون بروتين يعني رح تشيل الكاربوهيدرات من نظام الكيتو رح تضيفها الى البروتين والدهون انتبه الى نقطة انه انت ممكن رح تحتاج بها الفيتامينات لان احنا شلنا الخضار والخضروات الورقية من نظامنا المدة اللي تستمر عليها بالكارنيفور دايت اكيد رح تختلف حسب السبب اللي انت مسوي الى هذا النظام اذا كان علاجي او اذا كان لي تسبب ثبات او اذا كان لي فقط التغيير حتى ترجع على نظامك الكيتو مثلا بحماس اكثر نصحتي شخصيا اذا حبيت تتبع الكارنيفور اتطبق قبل اللو كارب بعدها تدخل على الكيتو وبعدها تدخل على الكارنيفور اشتركوا في القناة